أنا متواجد الآن في المنزل المهدد بالإخلاق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية صعب حتى طفل صغير يتقبل أنه هو مش راح يرجع على البيت اللي تعاش فيه أو اللي تربى فيه مش راح يرجع ينام عفرش التومش السلام عليكم أنا اسمي عاحت حشيمة من سكان البرد القديمة من عقبة الخلدية أنا متواجد الآن في المنزل المهدد بالإخلاق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وتحت قانون الألفية الثالثة ونسميها الجيل الثالث بـ 13-12 استلمنا كتاب لإخلاق البيت اللي إحنا متواجدين فيه من قبل المحاكم الإسرائيلية طبعا زي ما انتو شايفين هون هذا القرار الموجود عن طريق المحكمة وإحنا قمنا كعيدة بتقديم طلب بمساعدة للجهات الفلسطينية المعنية بهذه الأمور أسلوب تستعمل قوات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية والمحاكم الإسرائيلية لإخلاق البيوت إحنا عادينا في بؤرة من المستوطنين حولينا كلياتهم في عنا بؤر استطانية وضحة المعالم بتحاول قدر الإمكان طمس الحضارة العربية والحضارة الإسلامية والثقافة العربية الموجودة بفرض علينا الثقافات التابعونهم أو الثقافات الإسرائيلية تحت بند أن الألفية الثالثة أو الجيل الثالث علم أن هذا البيت تربى فيه والدي أعمامي جدي وظلوا فيه عمي المرحوم أحمد حشيم أباسم في الوقت الحالي موجود فيه ابن عمي وهو أمير اللي بيحاول قدر الإمكان أن يدوء جميع الأبواب لحتى يقدروا يساعدوا عدم إخلاء هذا المنزل طبعا قرار العائلة كعائلة اجتمعنا كلياتنا وتوحدنا بكلمة وحدة ما في غيرها هي لن يتم إخلاء البيت إلا نحكيها باختصار شديد إلا على جثثنا طرقه بكل معنى الكلمة بطرق أبواب محاميين مسائل في السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن للأسف ما في حراك شبابي أو حراك اجتماعي أو حراك وطني لهذا الموضوع لا راح يتم ما منعرف هو بالليل هو الفجر هو بالظهر ولكن إحنا مستعدين عندنا تقصير بأشغالنا بوظائفنا لا هذا المصاب الجلل بالنسبة إحنا منسمي وطبعا عشان نكون بالصورة أكتر إنه إحنا كشباب العائلة من نعمل كنوم أنواع المناوبات في العمل يعني صار عندنا ورديات صار عندنا تقصير بحياتنا اليومية بحياتنا اللي إحنا عايشينا في الوقت الحالي هذا ابن صاحب البيت أمير هذا يوسف أصغر أو آخر عنقود بالنسبة لإنه مش متقبل فكرة يعني بتعرف صعبة صعبة حتى طفل صغير يتقبل إنه هو مش راح يرجع عالبيت اللي تعاش فيه أو اللي تربى فيه مش راح يرجع ينام عفرشته زي هذا متوقع إنه يروح على حديقة مثلا يلعب المرجاحة يلعب مثلا على حديقة الملاهي على حديقة الحيوانات يكون بعمره في الوقت الحالي بمخيم صيفي بس ولكن هو بننتظر اللحظة اللي يكون فيها موجود إنه كيف حدا بدي ياخد محله إنه في حدا تاني جاي ياخد محل طفل من الأطفال الموجودة عندنا في البيت الصبايا البنات الموجودين في هذا البيت كل واحد في عنده قصة معينة في عقله صدقا يعني في قصة معينة في عقله وبيفكر حتى الملامح حتى ملامحهم يعني التغت نوعا ما ملامح الطفولة راحة عم لو إحنا طلعنا على بيت تاني رح ياخدونا إياه كمان مرة فصفت إنه هاي الشغلة موجودة عندهم في العقل الباطني إنه إحنا كل بيت بنكون فيه معناه إنه راح إيش اليهود ياخدونا إياه بطل فيه عندنا أمان حتى إنه إحنا نفرج أولادنا إنه فيه عندنا حق معين الأجار الرسمي الالتزام في هذا البيت وطبعا ملاحظين إنه فوق برضو فيه عندنا مستوطنين موجودين إحنا بناتهم تأكد إنه الحكيم زي يشوف يعني أي حدا بيشوف هذا اللقاء إنه الحكيم زي يشوف تعالوا عيشوا عنا إحنا عم سمحنا لكم تعيشوا عنا شيء أسبوع زمان إذا بإمكانكم تكملوا بعد الأسبوع لنا لقاء آخر صدقا يعني من أسليب عباد غريبة بالنسبة لهم أسلوب استبزازة تطنيش أذي وضع يعني نوعا ما صعب يعني أد ما حكيت أد ما أنا أوصل الرسالة ما راح يكون أد ما حاولنا نوصل رسالتنا مش رسالتنا إحنا كعيلة لا لا في أبنا كتير تم إخلاءهم وفي بعدنا كتير راح يتم إخلاءهم وكل واحد فيهم في عنده غصة بقلبه بهذا البيت اللي هعيش فيه كل واحد فينا حاسس إنه فقد شغلة مهمة بالنسبة إله بحياته بوضعه العام بشكل يعني إنه منحاول قدر الإمكان إنه نوصل هذه الرسالة للجميع القدس في حال التهويد يومي القدس في حال التهويد يومي ما يفعله قوات الاحتلال الإسرائيلية بأبناء القدس هو من أصعب أصعب أنواع التهويد داخل البلد القديمة بالذات البلد القديمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر